يقول أحدهم توفيت زوجة أبي الأولى وتركت خلفها ابنة واحدة عمرها خمسة عشر سنة فتزوج والدي من أمي بعد فترة ليس بالطويلة فبدأت رحلة أمي مع الإنجاب فخلال إحدى عشر سنة أنجبت أربع أولاد وبنتين ثم أصابها مرض نادر يسمى الضمور العصبي مما أقعدها عن الحركة تماما وبعدها توفيت رحمها الله وهنا تصدرت أختنا من أبينا المشهد فقامت على رعايتنا وتربيتنا بالكامل رغم أن عندها من الأبناء خمسة بل إن أمي رحمها الله عندما توفيت كان عندها طفلين أعمارهم دون السنة والنصف فقامت أختي بإرضاعهما مع طفلتها التي هي في أمرهما ظلت ترعى أبناء الأسرتين بصورة مستدامة وتقوم حتى بمهام الطبخ والتنظيف والتغسيل نظرا لظروف والدنا الصعبة والتي لم تكن تسمح بإحضار خادمة مما اضطر أختنا الكبرى خديجة للانتقال مع أولادها إلى جوار بيتنا وذلك بعد وفاة زوجها للإشراف على الأسرتين والعجيب أننا كنا وما زلنا نناديها يا أمي وليست يا أختي ولم يقتصر بر أختنا وحنانها علينا فقط بل كانت خادمة تحت قدمي والدي رحمه الله فقد كان والدي في آخر حياته قد قارب التسعين وقد أصيب بمرض نسيان وضمور في الجسم وصعوبة في الحركة فكانت أختي هي من تغسله وتلبسه وترافقه إلى دورة المياه وتقوم بكل شؤونه ومن المشاهد المؤثرة أن والدي أصيب في آخر عمره بمرض احتباس البول وكان يتألم غاية الألم منه فكانت أختنا الكبرى تجلسه على فخذها كالطفل الصغير فقد كان رحمه الله صغير الحجم ثم تقوم بالضغط على أسفل بطنه مصحوبة بالدعاء والتسبيح وقراءة المؤوذات حتى ينفك احتباسه بل وكان كثيرا ما يفعل ذلك على ثياب أختي فتقوم بتغسيل والدي وتغيير ثيابه وكان هذا المشهد يتكرر في اليوم الواحد أكثر من مرة واليوم يا سادة قد بلغت أنا الخمسين وأختي قد تجاوزت السبعين وأصبحت امرأة مسنة والحمد لله أن أحوالنا المادية قد تحسنت كثيرا فاشترينا لأختنا بيتا كبيرا وأحضرنا لها خادمة بل ومن صور رضا الله عنها أنني رأيت أحد أبنائها وأحد إخوتي يحملانها على أكتافهما ويطوفان بها حول الكعبة ويسعون بها على ذات الحال بين الصفا والمروى ولا أذكر منذ سنوات أنها اضطرت للإنحناء لغسل قدميها عند الوضوء فهذه المهمة نقوم بها نحن وأبناؤها بل ونتسافق عليها فأردت أن أعرض هذه القصة كتجربة حياتي عشناها وما زلنا وتعلمنا من خلالها أن بر الوالدين دين وسداد ينال العبد أجره في الدنيا قبل الآخرة وكما تدين تدان